مقوص حجامة على مناطق معينة في الجسم لا في الدماغ في الصداع بتعمله ايه؟ خليني معك بنعمل حجامة على اليفوخ بنعمل حجامة على الأخدعين و بنعمل حجامة على الكاهل بتعمل ايه أقصد؟ يعني بتشفط دم بعملية شفط للكاس اللي أول شفط سلبي مدة من 3 دقائق ل 5 دقائق يعني ايه سلبي؟ يعني من غير تشريط وبعد كده بابدأ أشرط تشرط في الدماغ يخرج يخرج الدم أو يخرج الشوائب الموجودة يبدأ الجسم يهدى الصداع يروح واللي بتعمله كده ما بيرجعلوش الصداع خلص؟ بفضل الله بنسبة كبيرة لأ دكتور هجل رسول الله تشريح الرأس صدنا وتجراسنا قال إيه؟ صدنا أعلم بشؤون دنياكم تكيرا؟ طيب احنا الحاجات اللي حاج بتقولها دي انت فيه دكتور شاف وقال لك والله علاجه الحجامة ليه بقى أنا بقولك كده؟ فضل الخطورة بمكان ان الصداع ده ممكن يكون أسبابه خطيرة جدا واخد بالك عرفت إزاي ان هو صداع نصفي وانت مش طبيب يعني ممكن يكون ورن في المخ ده بيعمل صداع ممكن يكون فشل فيه فشل في جهاز من أجهزة الجزء انت عرفت منين ان ده صداع نصفي واخد بال حالاتك زيادة في ضغط الدم بتاع المخ إزاي انت عرفت الكلام ده واخد بال حالاتك فقصة ان ده صداع نصفي اللي بيشخصه الطبيب ويقول والله العلاج كذا طبعا دراسات اللي حالات بتكلم عليها دي برا قليل طبب برا قليل طبب برا قليل طبب قفوا انكلمي على فكرة تشريط لا دي بصة بصة نقول عليك حاجة انا انا استاذ كابد واحدة شفنا مهازل في موضوع الحجام دي اقولك ليه فطب احنا كان عندنا مشكلة في فيروس سي انا كان مرضى كثيرين وعملت ابحاث من ضمن الحاجات الحاجات اللي سببت فيروس سي عشرة في المية من الناس اللي جولي في فيروس سي طبعا فيه دم وفيه اللي بيعمل تاتوه وفيه الناس اللي بتعمل بوتيكس وفيلرز وكلام من ده بس مش عند الدكتور جلدية الحجامة الحجامة لان حضرتك هتقولي انا بعقم بتعقم ازاي انا متأكد تماما من جال ما حضرتك تقولي ان التعقيم بتاعك خاطئ ليه بقى لان التعقيم ليه اصول فانت حضرتك بتستخدم جهاز لكل مواطن بتعمله حجامة هل انت بتستخدمش اجهزة خالص طب التشريط المشرة اللي انت بتستخدمه ده بيقعد تعقيمه هو بتقولي سن المشرة لانا بعقمه بيقعد تعقيمه ازاي لا انت بتعقم الحاجات دي ازاي انت سؤال بس انت عدد بيقول بيقعد تعقيمه انت تقصد حددك نعم ممكن اشرف للمشرة الواحد تاني اصلا لا انا بتكلم على انه بينزل دم كتير يا استاذ ياسر بتفتكر انه هتكلم في الوقت الحاضر المشرة بيبقى اليد بتاعته اللي هي الحاجة بتمسكه بيها وبعدين في الاخر في البليد اللي هو الشفرة ممكن حاجة تقولي ان انا بغير الكلام يكتور ايشام معترض على الحاجات دي ولا معترض على الفكرة يعني لو هو ده انا معترض لو هو بيعقب وهو مش درس طب استاذ ياسر انا اعرف منه يعني خد المسألة دي وراسة ازاي هذيك موافق على الفكرة تشريط الراس لا طبعا لا طبعا